فما زادة مشكلة كبيرة مع البنك سنترالي اللي هي ضربة نقوز الاختر علاش كيفاش شنو ويستنى فينا وين ماشين هذا اللي نحب ونعرفوه معك انت حاتم في الليدي تو قبل ما نبدأو الليدي تو اللي سميته بيان رقم واحد من محافظة البنك المركزي هو اول بيان يخرجو مجلس البنك المركزي بعد 25 جويلية ثلاثين ثلاثين بشكل وصار 25 جويلية كيما كان المراهك اللي اخذوها والدعمها المراهية تونس والدعمها النهضة فضو عجازين ما تحبوش جيه 25 جويلية السيد الرئيس خيس عيد قال روى التاليق ممكن دون كدك شعمل له خيس عيد في 25 جويلية الناس فرحت انا خرجت مع التوانسة فرح وقالوا ايه تعديوا فرصة اخرى تعديوا المرحلة اخرى كنت اتفيق السكرة تحضر المدينات مشكلة المرحلة هذي كلمرحلة هذيك اللي تخلصت من راجل مطاعة عجازين واخدهولا بسيفولدعمها شكوم شيخة قول كنت اتحوا حكاية النفق حكاية الصغار حكاية القرائة هكذا وعلي نجح نحن في الأمور السحيحة كما قال بيان البرك المركزي البيرح تاريخ 6 اكتوبر البيان تعرض لترى نقاط قال التشخيص ما هو حال المالية العميدي؟ ثم قال أعطان خريط طريق كل بعض لا أحب شرير في بنك المركز أعطان خريط طريق في نقطتين ثم قال شنو يستنفين كأن يتبخوش خريط الطريق يمكن اليوم معنى الشوق وشنحكي وثلاثة نقاط النقطة الأولى التشخيص خنا نبدأو سينة دار نبدأو بالاخبار الباية والخائبة فما سوزنا بشنة معلومات مزيانة نبدأو بالخائبة بشكيك نكمل بالباية ما هو الأخبار المتحاير لحالة الاقتصاد التونسي؟ الأخبار الأول هو أنه البنك المركزي متحاير من الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية ما يعني ذلك؟ أخبار الثاني قال البنك المركزي متحاير كيفاش باش نكمله نصرفه من هنا لخل العام كما تعرفوا ميزان الدولة 2021 نقصها من قرابة 10 مليار دينار كما نحكي بالمليمات نوضحه هو 10.000 مليار نقصنا من مليارات دي الملك ثم ثلاثة الترقيم السيادي ثم توا إميسيون موديس قاعدة مش ترقم فينا والنقطة متعنا فينا يا دالي المعلم شديد النقطة خيبة خيبة مثل شو؟ رقم أربع ويمكن يزينا الفار نجيب الفار حاضرين حاضرين معنا مول الفار معنا موديسة بعضهم هم فار النقطة الرابعة وهذه الإشكالية هو تدهور المخزوم العملة السعبة ثم نقطة الخامسة هي أسعار النفط معاش كانت ذكروا ميزانية الدولة 2021 تعاملت ببليفيزيون النفط ب 45 دولار اليوم النفط اليوم السبيح لبرانت ب 80 دولار اوخ كل دولار يزيد فوق ال 45 يتكلف على ميزانية الدولة نجلة 129 مليار تعملوا كالكول سامبل الدولة مش تكلفلها سنة 2840 مليار نمشي يبوهم فلوسة دومة معنا فمتر طريقتين ام الأجيال القادمة يخلصوا ولا كونترا ولا كونترا وإلا نتبعوا فلوسة النقطة السادسة والأخيرة هي تداعيات هذه الأزم مالية على سوق الصرف إن شاء الله ميوليش تذكرك العام كوزيت المالية قالت الوروم شو ليك كالدينار إن شاء الله ميوليش انت مول للأبيار بميلا هاي طوبرك عنا زوز أبيار جدد أبار انت أخونا راك محسوب وداردارك 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 زوز أبيار جدد اللي هما ما عاش كنذكروا نوارا حلق المنزل ونوارا يعديك صحة وهذا مش يعاونها للاكتفاء الطاقي اللي مش نطلع إن شاء الله فوق ال 50 بالمئة باه ده هو الأخبار الثاني اللي حلو اللي هو الفصفات الفصفات رجع الفصفات رجع والحمد لله باه هذوم أخبار بها وخنخلوه هذا بفضلة 25 جويلة راك نحن هنا نعود قولوها بربي نعود نقولوها راو هنين حبوا تونس تنجح وتونس تنجح بقيس بسي الباجة اللي راح مقول شاي المهم تونس تنجح واليوم تونس عندها فرصة مش تنجح مع سي قايس عيد جوست ماذا بي يسمع شوية سي باقفال سي ندال عنده أفكار مش خايبة يسمع روح وراو مشكلة هكو ليس ندال دونك الاخبار هايا يغني وجويني حوور الداني أخيب فهمه اشكالي يا فهمه اشكالي يا يسمع وما انبه يسمع سي نجيب الشايب عنده ميقول المحافظة المنكر مارزي عنده ميقول يسمع أكثر هذا المهم لا يسمع فيه والمشكلة منحبوش يسمع جوزت المكلفة جيدة ويتقولوه تبركاله مليون وفرمية تبركاله لا ينزو فهمه كريتيك اللي مش يخدم معها كريتيك ونا وش نحبوه نحنا نحبو رأيسه وإن شاء الله تنجح ناجل هكا ولا نحن نشجعها مش ننجح مي يلزي ما يتحكم هذا مهم وقالوه برشا ناس يلزي ما يتحكم ويعطيها فرصتها وعليش حتى يسيسين خير رو كي تغلط تغلط هي نرجو للبونك والنقطة الثالثة والأخيرة اللحلوة هو السيناعات المعملية رجعت من الكورونا طبعا عند عامين رجعت تخدم وعليش غاس على دوموند أوروبيين تعرف في أوروبا رجعت الاقتصاد إذن كتار جاكزية أوروبا يتحكم فليوم يجب أن يتحكم أحسن مشاء المعامل سترع الآن يعطي نقطة خريط طريق محافظ من الكلماركزي أكثر اكثر قلبي عند نقطة الثالثة وهو الرثيقة تعرفوا فلنقل نقطة الصعودية المهمة هي الاثيقة يتحكم للناس التشكي في تونس 750 ألف ألف يتحكم في المؤسسات العومية والبقية 3 مليون مصدر عامينة 700 سمحنا يتحكم في المؤسسات الخاصة والنس يتم هذه المؤسسات الخاصة خائفين لأنه خنقوله لحد الآن السلطة القائمة الجديدة أبارا ما ما تحبش المؤسس أبارا ما دون كيرز المثيقة ترجع لأنه أول مشغل في تونس نحبه لنكره هي المؤسسات الخاصة واللي ما تكلفش على التونس لأن المؤسسات الخاصة نحن نتفعوش عليها كونترمون للمؤسسات العومية كما تونيسي نحن نحكي بهم بعض سلوية دون النقطة الثانية وهذا مهم هو إصلاح المؤسسات العومية دونك اليوم مش معقول مثلا لو في سيريال نحن نعنا كرش خائبة عليش خات الخبز مش نرجعه لا خاتر برشة خبز اليوم الخبز بارك لو في سيريال عندو دات انفير البانا ثلاثة الاف مليار دونك يزمن نصالحوه لحكي هاته طيو نحبوهم نحن وخياتنا الزيرية والليباية وكل شيء ما فما سنك مليون أفن الكوفيد ثلاثة مليون زيرية والليباية يجيو إياك الخبز مدعمت يعنا بارك الله وفيهم كل شيء نحن كنشيروا الجاز من زير بالفلوسة باش فلوسة نشيروا بالفلوسة ومش مدعم نحن يلزم نحن البلاد هادية ونقول لكم سكوب قبل معاكل الحزب اللي كنت فيه قلت لهم الحكاية تذوما طبش قولوا لي مش نادم أما أكل حزب طبش قولوا لي مهوش وقته رأوا عام ثمانية وسبعين كان أحدين الخبز وكل شيء يميت ونستبدلت ويلزم مش تجيعة واليوم سيدة رئيس عندو ناس تحبو يدونك بيها تحبو شعمل نجلة كيراجع يحبو كتعرف انت تتحبو وتتسكنوا في تشيديو صغير وعندون دار متاعكم تحضر ذحيوا على ذحي ما دونك هذا اليسير عنا فرصة اليوم في تونس نسلحو وهذا اشقال البنك المركزي وقالوه مؤسسات المانحة معنى الفميات ستيراء يلزم نسلحو وباش نسلحو بفيها بس نعملو شوية افر نعسك بسانتورة فقط احداث الخبز عام اربعة وثمانين وسبعين هي طبعا الخميس الاسود والصيدام ليسار بين الاتحاد اللي عم تنصر الشغل والدولة يعطيك ساحة حاتم بحق نقطة ايجابية اختمنا بها طبعا كلا عادة يرجع الاشياء للحزبة ذك اني في الحقيقة هو عندو ظهر لي مسؤولية كبيرة في التدهور والوضاع الاقتصادية اللي نحن فيها والاقتراف بالحق فضيلة الله ان شاء الله تنجح يا نجلة في المهم بتاعك جديد او عنا وقل عنا او عنا وقل عنا او عنا وقل عنا يصعد يدينا على يسار السيد الرئيسة ايه نجلة نجلة اما بالحق اخذت فديك نحب اقولك برافو حاتم علي ديتو تخيط خبين ديتا ايه واضح بالجدين برافو حاتم سعيد برافو علي ديتو يا هبتو حدو ذي وبرش عبيد ممكن تحب تفهم الوضعية جولي زنفيد مش تفرجوا في الفيديو ذي برافو 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 حاتم ايديتو مزين برشة وقايد تاو حكينا على الامور اللي مهيش ماشي بالجدين في البونك سنترال يلزمنا كوميم نطلعوا تاو شوية بشوية بهجة وبشوية سرور ونرجعوا لحاجات بوزيتيف وحاجات يعطيونا امل في البلدة ذي هذري بشرفوه مع فاتمة بهجة وسرور مع فاتمة بوعون